اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل حفظ المشورات الفيديوهات التي تم نشرها على تطبيقك الخاص سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها نأتي إلى الأسفل نضغط على هذه العلامة في الأسفل نأتي إلى نافذات الملف الشخصي في هذه النافذة الخاصة هنا بعد ذلك نأتي إلى الأعلى نضغط على هذه العلامة في الأعلى نأتي إلى نافذات الإعدادات في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على الحساب ثم نأتي إلى نافذة الحساب في هذه النافذة نضغط على إعدادات الحساب الأخرى ثم يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزل الأسفل نأتي إلى المنشورات الأصلية نضغط عليها ثم نأتي إلى حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها نضغط العالم البيضاء وهنا أصبحت باللون أزرق لتما تفعل حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها على تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك